اشتركوا في القناة اعطيكم ايضا شنطتين استكمالا لسلسلة جميع انواع الشنط في لعبة Red Dead Redemption 2 وهذا هو الجزء الثالث وان شاء الله باقي جزء وبعدها نقفل على هذه السلسلة بالنسبة لأول شنطة عندنا اليوم رح تكون شنطة المون وعشان نصممها لازم يكون عندنا اللي هو One Perfect Deer Built One Perfect Bison Built وOne Perfect Raccoon Built ثلاث حيوانات لازم نصيدها ونجيب جلودها عشان نقدر نصنعها للشنطة طبعا هذه الشنطة اذا اخذتها رح تطور لك المؤن اللي تشيلها يعني اول كنت تشيل مثلا اربع مؤن الآن رح تشيل ثمانية والمؤن هي عبارة عن طعامك وطعام الحصان والاكل المعلب والغير معلب والادوية الى اخره فهذه رح تطور لك اياها ودبل لك اياها بالنسبة لأول حيوان رح نصيده ورح يكون الغزال زي ما قلت لكم في المقاطع السابقة ان الغزال منتشر بكثرة في الماب كل اللي عليك انك تدور لك على غزال بثلاثة نجوم بيرفكت وتجلده جلده في راسه بعد راسه عميقة وتاخذ جلده وبعدها ننتقل للحيوان الثاني بالنسبة للحيوان الثاني رح يكون اللي هو البايسون ورازم نجيب اللي هو وان بيرفكت بايسون بيلد طبعا رح يكون متواجد في هذه المنطقة بكثرة كل اللي عليك انك تتوجه لهذه المنطقة وتصد لك واحد بثلاثة نجوم طبعا البايسون واحد من اقوى الحيوانات في اللعبة ولازم تدرس دراسة عميقة وانا بعد دراستي العميقة يعني عرفت انه ترى رح يموت بالسنايبر ولازم ايضا طلقه وحده فراسه عشان يموت وما تقل جودة الجلد يعني ما ينزل من ثلاثة لواحد فحاول بقدر الامكان انك تستخدم سنايبر وايضا تجيبه وحده فراسه عشان يموت على طول زي ما تشوفون في الكيم بلاي اذا حصلت لك واحد اقتل فراسه طلقه وحده بقي ثلاثة نجوم تمام عليك اخذ جلده بالنسبة للحيوان الثالث للشنطة اللي هو الراكون راح يتواجد في هذه المنطقة كل اللي عليك انك تتوجه لها وتدور لك على الراكون بثلاثة نجوم طبعا الراكون حيوان جدا جدا صغير ويبغى لك تكون مركز في الوضع لما توصل للمنطقة عشان تحصلوا وايضا ترى راح تحصلوا بكثرة في جذوع الاشجار المكسورة زي ما تشوفون ان هنا حصلت اللي جذع شجرة وبعدها حصلت اللي راكون حلو درست دراسه عميقة وعرفت انه يموت بي اللي هو الفارمينترايفل او سلاح الصيد او سنايبر الصيد جلدت جلده واحده روح شيكت عليه والله طلع فعلا ثلاثة نجوم اخدت الجلد وكذا تسمام عليك طيب كذا يكون انت جمعت ثلاثة جلود للحيوانات كل اللي عليك انك ترجع مرة اخرى عن مستر بيترسن وتعطيه الجلود اللي جبتها سويلو دونات سهم يمين بعدها تعطيه الاشياء او الجلود بعدها راح تروع عند اللي هو الساشل او الشنط راح تحصل انه والله هي شنطة المؤان مفتوحة كذا يكون مبروك عليك هذه الشنطة ويلا ننتقل للشنطة الثانية الشنطة الثانية راح تكون اللي هو الماتيريال الساشل وهذه الماتيريال الساشل لازم نجيب اللي هو وان بيرفكت دير بيلت وان بيرفكت باور بيلت وان بيرفكت باور بيلت وان بيرفكت بيلت المهم انه واحد غزال واحد خنزير وواحد سحلية فإلا ننتقل للحيوانات طبعا اول شي زي ما قلتلك انك راح تجيب لك غزال ومعروفة اماكن الغزال واتوقع انكم عرفته الشيء الثاني اللي نبغى راح يكون اللي هو الخنزير راح يتواجد في هذه المنطقة كل اللي عليك انك تتوجه لها وتدور على الخنزير طبعا الخنزير يعني هو قروش ترى لانه جدا جدا سريع ويمشي بجماعات يعني ثلاثة مع بعض اربعة مع بعض يقروش يعني فاخذ بالك دور لك على واحد بثلاثة نجوم وركز عليه اذا حصلته اجلده جلده بالسنايبر في راسه طبعا اذا سوت كل شي تمام كل اللي عليك انك تتوجه له تسوي له سكن تاخذ الجلد وبكذا يكون مبروك عليك جلد الخنزير ننتقل لللي بعده طبعا السحلية راح تتواجد في هذه المنطقة او هذه الجزيرة زي ما تشفون في القيم بلاي جنب الهو رودز تقريبا كل اللي عليك انك تتوجه لها ورح نبحث عن السحلية طبعا راح يكون شكلها بهذا الشكل لونها اخضر طحلوبية فلما تدرسها دراسة معينة راح يقول لك ترى راح تموت بالفارمينترايفل او السلاح الصيد فكل اللي عليك انك تجلدها جلدة واحدة او طلقة واحدة راح تموت على طول ضعيفة جدا روح عندها اذا هي ثلاثة نجوم تمام عليك سوي لها سكن خذ جلدها بعدها راح تتوجه مرة اخرى لمستر بيترسن راح يكون جمع ثلاثة جلود السحلية والخنزير والغزال لما توصل عند مستر بيترسن يقول اللي عليك انك تعطي الجلود بعد ما تعطي الجلود راح يقول لك والله انت اسطورة هاي اشوف الشنطة جاهزة لك اللي هو المتيري الساشل وكذا يكون مبروك عليك هذه الشنطة يصير كذا باقي لنا شنطة واحدة بس نفكها وبعدها راح تنفك معانا اللي هو شنطة التسعة وتسعين فالمقطع الجاي راح تكون شنطتين وبكذا نقفل نقفل السلسلة زي ما قلت لكم هل هو شنطة لجند اف ذا ايس تقدر تاخذ تسعة وتسعين غرض من كل شيء طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حط لايك ليجيك هدنة دع له ناس ليه ما قلت ليه ما قلت هدنة يلا حط لايك ليجيك هدنة سلام عليك سلام عليك